طيب تعالوا نروح لاجتماع مهم النهاردة على قناة الحكومة وانا بقول لحضركم مهم لانه انا ببقى سعيد ان الحكومة متواصلة مع الشارع وبتتفاعل مع القضايا الحياتية اللي بتستجد في حياتنا كل يوم بعد يوم ممكن الحكومة تتكلم النهاردة عن ملفات الزراعية وملفات الاقتصادية وملف كذا وده شيء طبيعي واساسي ومهم بس انا بباهتم اكتر بالحاجات الحياتية اليومية اللي بتأثر في حياتنا النهاردة الحكومة وفقت على مشروع قانون مهم جدا بيقول ايه مشروع القانون انه ستوقع عقوبة ستوقع عقوبة بالحبس او بالغرامة المالية اللي قدرها 30 الف جنيه لايه بقى لجريمة التنمر او استعراض القوة هتقول لي يعني ايه هقولكو يعني الحكومة شايفة اللي بيحصل وحسب اللي بيحصل التنمر دي ظاهرة جديدة ما كانتش موجودة ونقول لش نعرف يعني ايه تنمر لو كنت سألتنا انا شخصيا او سألت حد فيكو من 10 سنين يعني ايه التنمر هقول لك مش عارف ايه التنمر ده لكن دلوقتي عرفنا عن ايه تنمر ومش بس عرفنا عن ايه تنمر ده احنا عرفنا ان التنمر جريمة اننا التريع على حد او اصخر من حد او اقلل من شأن حد اوهين حد بسبب جنسه او نوعه او لونه او لبسه او مظهره خلقته وخلقته او وظفته اي حاجة في في انا كابني ادم مش من حقك انت كمان كابني ادم ان انت تميزني بناء عليها او تاسخر مني او تحط من شأني بناء عليها مش من حقك لتعمل ده في الشارع ولا تعمل ده في الاعلام طبعا ولا تعمل ده على السوشيال میديا ركزوا معايا ولا تعمل ده على الايه على السوشيال میديا ليه لان السوشيال ميديا خلاص ما بقتش كده الساحة الفوضوية بقت وسيلة من وسائل الضيوع والانتشار فما ينطبق على وسائل الاعلام من قوانين واحكام ينطبق على السوشيال ميديا فبالتالي خلي بالك يا ايها الشاب ويا ايها الشابة اللي قاعد على لابتوبه او فيسبوكه او تويتره او انستجرامه او اي حاجة اللي هتكتبه بعد كده هتتحسب عليه هتكتب خير ربنا يا الجزيخ خير هتكتب شر هتتجازه وبالقانون ليس قمعا ولا استبدادا ولا تكميما للافواء وانما تنظيما للحقوق وحفاظا على الاعراض والحريات انا ليه عرض انا كمواطن ليه عرض وليه حقوق وليه حريات مش من حقك ان انت تنتهكها على السوشيال ميديا مش من حقك ان انت تبعتلي رسالة على الفيسبوك او على الاستجرام او على اي حاجة لا تشتمني فيها ولا تتريع علي ولا تتريع على عيلتي ولا تتريع على لبسي ولا تتريع على منظري ولا 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 كل ما يدخل تحت اطار العنصرية او التمييز او التنمر اصبح الان مجرم قانونا ووجبت عليه العقوبة مجرم عشان الحالات اللي احنا شفناها خلال اسبوع اللي فات واللي قابليها واللي قابليها واللي بيحصل على طول شيء الحياة لا يمكن السكوت عليه يعني انا الحالة اللي حصلت ضد لاعب النادي الاهلي عمر السلية ايه دا ايه دا عمر السلية نشر صورة البنت اللي عندها سنتين سنتين ولا تلاتة حاجة تلات سنين بنت عندها تلات سنين يخش عليها جيش من المتنمرين والساخرين والمستهزئين والمتحر ايه دا ايه دا هل دا يعقل دي جريبة وحاجات تانية كتير حصلت حاجات تانية كتير حصلت فانا الاوان لهذا الهراء ان يتوقف ولن يتوقف الا بدولة القانون عرفتوا ليه انا بقولكم ان انا سعيد ان اجتماع مجلس النزر النهاردة مش بيتكلم في القوانين الكبيرة والملفات المهمة زراعة واقتصاد وصناعة لا دا بيتكلم في حياتنا وانا مبسوط ان في حالة بقالها كم كم اسبوع وكم شهر كده حالة من حالات الضبط والربط للصواميل اللي فكت شوية في المجتمع لو اعتبرنا ان المجتمع آلة كبيرة كده مكينة كبيرة كان في شوية صواميل في المكينة دي بتريد تفك فلي بيحصل دلوقتي ان احنا بنجيب مفكات القانون مفكات القانون وبنزبط وبنربط وبنقرط على الصواميل اللي فكت عشان يرجع بنيان المجتمع قوي ومتماسك كل واحد ياخد حقه دون ان يتجاوز الى حقوق الاخرين كل واحد له حرية ما لم يتمادى الى حرية الاخر والقاعدة انت حر ما لم تضر بس بس موضوع سهل وبسيط